موسيقى بمناسبة تحدي الدكتور يوسف زيدان أن نأتيه بلفظة القدس أو بيت المقدس في أي مصدر من مصادر المسلمين وهي كثيرة قبل ٢٥ للهجرة تقول له التحدي كما قلت قبل قليل سهل جداً جداً المصادر موجودة وأن نأخذ مباشرةً هكذا لدينا التفسير المنسوب إلى مجاهد ابن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد على ما أذكر متوفة سنة ١٠٤ للهجرة مبكر جداً يعني قبل قرن ونصف من تحدي الدكتور يوسف زيدان ورد في تفسيره ذكر بيت المقدس والقدس في مواضع وعودوا إليه هذا سهل اثنين نأتي إلى السيرة النبوية تتحدث عن أشياء لها علاقة بالسيرة والسلام العراج أول سيرة مشهورة الآن بين أيدينا متاحة للجميع يعني سيرة محمد ابن إسحاق أليس كذلك اللي عليها بنى ابن هشام وهذبها واختصر منها وحذف أشياء طبعاً لم تصلنا سيرة ابن إسحاق كاملة وصلنا منها مجلد واحد بتحقيق العلامة حميض الله الهندي رحمة الله عليه ورحمة الله واسه على كل حال في سيرة ابن إسحاق بتاته في ابن إسحاق وكان مجايلاً للإمام مالك بن أنس الأصبحي وبينهم العدوة المشهورة المعروفة سنة 151 للهجرة يعني قبل قرن كامل لسه من تحدي الدكتور يوسف زيدان في مواضع يذكر ابن إسحاق بيت المقدس والقدس وبالذات في الإسراء وعسر برسول الله إلى بيت المقدس وإلى مسجد بيت المقدس في مواضع ثلاثة نأتي إلى موطأ الإمام مالك بن أنس هذا الكتاب مشهور خاصة عند السادة المالكية طبعاً عمدة هذا وعند كل أهل حديث طبعاً موطأ الإمام مالك الذي يعده بعضهم أصح حتى من صحيحه البخاري بعضهم يعده كذلك كالإمام الدهله ورحمة الله تعالى صاحب المسوى شرح الموطأ الإمام مالك متى توفي سنة 79 ومئة الهجرة يعني قبل قريب من سبعين سنة من تحدد دكتور يوسف سيدان في موطأ مالك في مواضع ذكر القدس وبيت المقدس ومن ضمنها الحديث الشهير جداً الذي حكم له بعضهم بالتواتر هذا كلام نظر لكنه صحيح بلا مثنوية حديث لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يرويه الإمام مالك في موطأه بلفظ إلى مسجد بيت المقدس أو إيليا إيليا العربي يقولون إيليا إيليا إيليانوس الإمبراطور الروماني إيليا كابوتلينة يعني إيليا الكبرى إيليا هكذا سماها إيليا الكبرى اسم من أسمها بيت المقدس إذن إلى مسجد بيت المقدس مذكور في موطأ مالك تعود إلى مسند الإمام محمد بن المبارك الإمام ابن المبارك عبد الله عفوا الإمام عبد الله بن المبارك أعتقد أبو محمد يكنا الإمام ابن المبارك متوفى سنة 81 ومئة الهجرة يذكر فيه بيت المقدس في مواضع وجود إذن دكتور يوسف زيدان هكذا قر في ذهنه إن القدس وبيت المقدس هذا شيء متأخر بعد ذلك عرفه المسلمون قبل ذلك غير معروف وطبعا هو سيستخلص من هذا أن حقنا في بيت المقدس وفي القدس حق ماذا؟ مضعضع ومضعضع جدا وهذا الحق لم حتى يتأسس على أساس لم يتأسس على أساس من الدين أو من النص وإنما على أساس سياسي بحث على أساس سياسي ولم يوضح لنا هذا الأساس السياسي لأن المفروض المفروض طبعا انتبهوا بناء على كلام اللي كان يكون متسقين أن يظهر هذا الكلام في الأدبيات الأموية سنقول لكم لماذا معايدة قليل وليس في أدبيات العصر العباسي إيش علاقة المأمون بقضية القدس وبيت المقدس قبل هيك لازم إيه عبد الملك من مروان والولي من عبد الملك النزام عمين عبد الملك مع ابن الزبير الذي غالب على الحجاز وعلى الكعبة فلم يظهر هذا طب لماذا؟ هنا في فراغ علمي كبير فراغ علمي كبير كذلك عودوا إلى كتاب الأم لإمامنا أبي عبد الله الشافع الأم في مواضع كثيرة يذكر ماذا؟ القدس وبيت المقدس من نذر أن يحج إلى بيت المقدس في باب استقبال القبلة وهل تكون إلى بيت المقدس أو النهي عن ذلك قضية ابن عمر وغير ابن عمر ابن عمر يخالف يقول لا أنا رأيت النبي استقبل هذه الجعاد مسموح عند قضاء الحاجة في باب استقبال القبلة الأولى ذكره الإمام الشافعي وأيضا حديث لا تشد الرحال لرواه الإمام الشافعي في العم وإلى مسجد بيت المقدس وإلى مسجد بيت المقدس بالمناسبة هذا الحديث لا تشد الرحال كما أقول لكم حديث صحيح بلا مثنوية يرويه من الصحابة عن رسول الله الإمام عليه عليه السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو بصر الغفاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم وعن كل يروى أي من طرق هذه الصحيح ثابت في بعض ألفاظه المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى في بعضها ورد ومسجد بيت المقدس في بعضها بيت المقدس في بعضها إيلية وفي بعضها مسجد الأقصى بالإضافة وليس بالنعت المسجد الأقصى ومسجد الأقصى ومسجد بيت المقدس أو بيت المقدس أو إيلية كله هذا مذكور منصوص يعني كان واضحا في مخيال الصحابة والتابعين الأسماء المتعددة للمسمى الواحد وهي هذه البقعة المباركة من الأرض البقعة المباركة من الأرض على كل حال إذن مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق على ما أذكر سنة مائتين وإحدى عشرة توفي وربما قبل ذلك المصنف مصنفه فيه أيضا مواضع عن بيض المقدس وعن القدس إذن يا دكتور يوسف زيدان كسبنا التحدي لا يمكن أن تتشبث بهذه النقطة إطلاقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر